وصف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري قرار رئيس الوزراء العراقي القادي قالت رئيس الحشد الشعبي فالح الفياد من مناصبه بأنه غير قانوني ومخالف للدستور وأنه يعبر عن بادرة خطيرة وفق البيانة التي أصدره التحالف وكان العبادي قد أصدر أمرا ديوانيا يقضي بإعفاء فالح الفياد من مناصبه برئاسة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني العراقي وشهد محيط المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة في بغداد إجراءات أمنية مشددة تحسبا لحدوث اضطرابات مفاجئة بعد القرار ومن جانب آخر قالت مصادر إيرانية وعراقية وغربية إن إيران قدمت صواريخ باليستية لجهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق وإنها تطور القدرة على بناء المزيد من الصواريخ نكا بتوقيت مفاجئ قارب منتصف ليلة أمس أصدر رئيس الحكومة حيدر لابادي قرارا بإقالة فالح الفياد من مناصبه الثلاثة في رئاسة الحج الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطنية الفياد يرئس حركة عطاء التي حصلت على ثمانية مقاعد نيابية في الانتخابات الأخيرة وهو حليف للعبادي داخل ائتلاف النصر الذي يتزعمه الأخير لكن الكواليس على ما يبدو تشي بخلافات لم تبقي ودا بين الحليفين العبادي عاقب الفياد بسبب أن الرجل قد أخذ ثمانية وعشرين من كتلة النصر واتجه بهم إلى دورة القانون والفتح وهم خصوم العبادي ولذلك عاقبه هذه العقوبة بدعوا عدم الجمع بين السياسة التوجه السياسي وبين الوظيفة الأمنية ونسي السيد الرئيس الوزراء أنه أيضا هو قائد عام القوات المسلحة أول المعترضين على إقالة الفياد كان تحالف الفتح الذي يمثل فصائل الحج الشعبي الذي وصف قرار الإقالة بأنه غير دستورية وكأن العبادي يحاول في أيام حكومته الأخيرة تحجيم نفوذ الحج الشعبي سياسيا مثل ما قلص نفوذه ميدانيا في الموصل وصلاح الدين وبغداد حسب بيان تحالف الفتح يعتقد أنهم هم المستهدفون خاصة وأن السيد فالح الفياد قد انتسب إليهم بحزبه عطاء وذهب إلى الفتح مغادرا تحالف النصر وتكرر ذكر اسم فالح الفياد كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة رغم أن هذا الترشح قدم من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور الملكي الطامح لرئاسة الحكومة من جهة والساعي لمنع العبادي من الترشح لولاية ثانية من جهة أخرى تفضيل الفياد لمعسكر الملك المحسوب على الجارة الشرقية إيران على بقائه في معسكر العبادي المحسوب أصلا على الولايات المتحدة الأمريكية يترجم من الكواليس إلى العلن بقرار الإقالة وهو يكشف أيضا أن مساعي الوساطة بين الرجلين لم تأتي بحل شفيق عبد الجبار التلفزيون العربي بغداد لمزيد من المتابع ينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية سيد عدنان السراش وهو رئيس المركز العراقي للتنمية الأعلمية أهلا وسهلا بك إذن من خلال إعفائه من مهام الفياد من مناصبه هل أراد العبادي أن يزيح مرشح قوي ينفسه على رئاسة الحكومة العراقية؟ لا أعتقد الفياد يشكل هما كبيرا للمنافسة للسيد العبادي سيد عبادي مرشح لكتل قوية تشكل عماد العملية السياسية السائرون والعكمة والوطنية وأيضا العديد من الكتل السنية وغيرها هو أيضا في داخل المنظومة السياسية العراقية وأيضا دوليا هو مدعوم سيد الفياد نعم حاول أن يكون هو المرشح أو أحد المرشحين في مسأة تعلق بالانتخابات وما قبلها وما بعدها وهذا كان محل جدل بينه وبين السيد الرئيس الوزراء بأن يترك العمل السياسي وإلا فإن واقعه الوظيفي ومنهج الدولة لا يسمح دستوريا ببقاء رئيس أمنية أو عسكرية يمارس عملا سياسيا هذا هو أصل الخلاف ولكن تأزمت القضية بعد أن اختلف السيد الفياد ومنهج العبادي في مسأة تعلق بإدارة المفاوضات مع سائرون وفتح كان هناك نوع من عمليات الانفتاح على سائرون من العبادي وهو أراد الانفتاح على فتح وهنا بدأت الأزمة تأخذ مداها الكبيرة عندما أعلن الفياد بأنه يبين إلى الفتح على حساب سائرون نعم ولكن سيد عبنان تحالف الفتح أكد أن خطوة العبادي الأخيرة هي بادرة خطيرة تزوج بالحجد الشعبي وبالأجهزة الأمنية في الحسابات السياسية والحسابات الشخصية والبعض يتساءل لو لم يكن ذلك صحيحا لماذا لم يتريث العبادي أقل إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة أعتقد بيان فتح ضمن الأجواء التصعيدية هذا واضح جدا اليوم هناك منافسة شديدة بين كتلتين ومعورين شيعيين لتصدر عملية تشكيل الحكومة وفتح تقف في الضد من السيد العبادي في مشروعة لتأسيس الحكومة أو لتكون تشكيل الكتلة الأكبر هذا الجو التصعيدي واضح أنه الكثير من العلامات التصعيد في المفوضية العليا أيضا انتخذوا موقف في مساء تعلق من سحاب الحجد الشعبي من مناطق التوتر أيضا كان هناك موقف أيضا في مساء تتعلق بالتحالفات مع خميس الخجر والمجامع الأخرى أيضا كان هناك تحفظ فذلك هذا التصعيد هو تصعيد سلطة ولا علاقة له بالحجد الشعبي الحجد الشعبي لا يختزل بالسيد نعم لا يختزل ربما تريد القول بالسيد الفياض ولكن هذا ربما فيما يتعلق بتحالف الفتح ولكن أيضا اتلاف النصر بزعامة المالك عفا العبادي هناك شخصية داخل هذا الاتلاف رشحت الفياض لترأس الحكومة إذن لماذا خسر العبادي ثقة هؤلاء لم تنقلب اللعب عليه لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك هناك حملة لجيوش الإلكترونية تفعل فعلها فيما ستعلق بالنصر النصر يشكل الفياض ثلاثة أعضاء فقط من مجموع الـ 42 لا زال لحد الآن كل الكتلة المنضوية في النصر الفضيلة بيارق الخير أيضا الحجم الإسلامي مجموعة الفهداوي وأيضا المجاميع لحجم الإصلاحة ولا جميعا أعلنوا بصراحة أنهم متمسكون بالنصر وبالتالي النصر هو اسم محتكر داخل المفوضية العليا للسيد العبادي لا يستطيع أي إنسان أن يتكلم باسم النصر غير السيد العبادي كونها مسجل في دائرة الأحزاب والمنظمات قبل الانتخابات بهذا العنوان بهذه الأعداد فلذلك هذا البيان أصلا هو فاقد لمعناه لا يستطيع أي شخص أن يتكلم باسم النصر لأنه هذا قانونيا ودستوريا مسجل باسم السيد حيدا العبادي كرئيس كتلة النصر فإذن هو أصل الموضوع فيه نوامل التضخيم نعم قد يكون الفياض انسلخ من النصر قد يكون هناك أيضا أفراد من فتح سوف يأتون إلى النصر يعني تصوري يوم حني قدوا أيضا أحد الأقطاب المهمة في فتح وأصرح تصريح بأنه لا يقبل بأن يتفاوضون مع المحور الوطني ليرسى خميس الخجر وأعلنوا هم داخل الفتح أنهم لا يقبلون بالتحالف مع هؤلاء ولا يريدون التحالف مع الأكراد ويرجعون كاركوكو المناطق إذن الخلافات هذه خلافات سلطة يبقى العبادي في تخدير حتى الآن لم يتم تشكيل الكتلة النيابية الأكبر إذا كان العبادي لم يخسر قواعده ربما على ما سيعول في هذه المرحلة خاصة أن جلسة البرلمان القادمة ستكون يوم الاثنين هذا مسألة مهمة جدا سؤال مهم وحساس بس خليني طيني نص دقيقة بس حتى أفصل القضية بشكل التالي اليوم كتلة نصر يديرها السيد مغسطة الصدر السائرون والحكمة والنصر هو جزء من هذا البرنامج هم شكلوا الكتلة الأكبر ولكنهم سوف لا يكونون الكتلة التي تستطيع أن تسجل الرقم الأكبر داخل مجلس النواب نصر زائد واحد هم يستطيعون أن يقدموا ككتلة أكبر داخل مجلس النواب ويترشح منهم رئيس الوزراء ولكن لن يتوصلوا إلى عدد نصف زائد واحد حتى عندما يتم التصويت على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يكون ضامنين هذا النقطة إذن النقطة هنا وليس نقطة المحور الأكبر بالتأكيد لو تحسبين أعداد هؤلاء سيصبح عددهم 142 ولو تحسبين الطرف الآخر عددهم 82 وبالتالي هذا العدد حتى لو أضيفينهم السنة لا يستطيعون أن يصلوا إلى رقم 142 هذا واضح ولكن 142 لا يستطيع أن يرشح السيد رئيس الوزراء لأنه يجب أن يتوفر عدد نصف زائد 165 زائد واحد هذا الرقم لن يتوفر لحد هذه الدقيقة يعني رئيس الحكومة المقبلة اسم رئيس الحكومة ما يزال معلق هل يدفع على عبادي ثمن التزامه إعلانه الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران هذا من جهة ومن جهة أخرى في الوقت التي يتم فيه تسريب هذه المعلومات وتسليم صواريخ إلى الجهات الشيعية في العراق كيف يمكن تقييم ذلك في ظل الأوضاع الراهنة يعني بهذه المواقف كمان يضخمون أنه صار في الند من إيران أعتقد هذا يعزز موقفه من جهات أخرى يعني قد يفقد جهات معينة ولكنه في الطرف الآخر أيضا هناك تريد أن يبتعد عن هذا المحور ويكون بهذا الاتزام فهو قد يفقد جماعة حسب المفاهيم العددية والسياسية ولكن سيكسب الطرف الآخر مع ذلك أقول إيران تتعامل ببرامات هي مع الحدث العراقي هي تنتظر نعم تحاول أن لا يصل العبادي إلى سدة الحكم لخلافات معينة ولكنها أيضا ستتعامل مع من هو الأقوى في الساحة السياسية بالتدريجية لن تقطع شعرة معاوية لا مع العبادي ولا مع الفياض ولا مع أي شخص آخر هي تريد أن تواكب العملية لأن القضية دخلت بها أمريكا وأصبح هناك نوع من التجاذب بين الطرف الأمريكي والإيراني على خلاف 2014 كان هناك 2 يساوي 2 أي بمعنى المصالح الإيرانية والأمريكية تساوت اليوم لا هناك تقاطع في المصالح الإيرانية والأمريكية ويريدون أن يكون التجاذب على الساحة العراقية بهذا الحجم فإذن القضية بهذا الشكل العبادي يجب أن يخرج من هذه القضية يجب أن يخرج منتصرا أي بمعنى عليه أن يكسب الأقلية الذين يريدون أن يبعدوه بعناوين معينة وأن يكسب الشارع العام لأنه يريد أن يكون رئيس الصلاح أكثر ما هو رئيس سياسي أشكرك من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الأعلمية سيد عدنان السراش